هذا وهذه المحطة قام بتنفيذها شركة كونكورد للهندسة والمقاولات يسعدنا أن يكون معنا رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس أحمد العبد صباح الخير يا بشمونتس صباح النور أهلا وسهلا بشمونتس يعني إذا تحدثنا عن هذا المشروع الذي نحن بصدده اليوم وبصدد افتتاحه محطة عدل منصور التبادلية المقامة على مساحب 15 فدان إلى أي مدى ترى أن هذا المشروع وتحديدا القطار الكهربائي الخفيف سوف يغير من منظومة النقل في مصر مصر هو المشروع ده مشروع عبقري الناس لو مش عارفة المشروع ده بيخدم حوالي مليون واحد في اليوم بيتنقلوا من أي حتة للعصمة الإدارية يعني هي ربطة المترو وبالتالي ربطة المونوريل عندك هنا السوبر جات والأطر والأوتوبيس التردودي الكهرباء ده اللي بيجيب من المطار يمكن اللي حيبتكلم عليه ده هو اللي في خلفنا دلوقتي الأوتوبيس التردودي والسوبر جات أيوة أنا بتكلم على محطة عدل منصور دي من أكبر المحطات في الشرق الأوسط لما الحاجات دي كلها عشان اللي عايز يروح العاصمة الإدارية الجديدة بالنسبة لمشاركة نحن في المشروع أنا بحكي لك عموما ده على الـ LRT وكمان وكمان مشروع صديق للبيئة ده بيخدم مليون مليون نسمة وحيوفر طاقة حوالي مليار وربعمائة مليون جنيه بترول يعني بنزين على الأساس أن الميكروبسات والأوتوبيسات وحتقل المليون نسمة دول بيستهلكوا حوالي مليار وربعمائة مليون جنيه غير طبعاً انبعثات هتقل وزي ما انت قلت صديق البيئة نرجع تاني العدلي منصور عدلي منصور تعتبر أكبر محطة تقريباً في الشرق الأوسط عشان بتضم تبادل الحاجات اللي انت قلتها دي كلها بالنسبة لمساهمتنا في عدلي منصور احنا عاملين المول اللي ورا ما عرفش باين ولا لأ ده على مساحة 25 ألف متر ده حيبقى برضو موضوع عبقري سيادر رئيس أمر بيه انهو انت عندك ألف سيارة بتركن فيه باركينج لو انت عندك عربيتك عايز تنزل تروح العاصمة اسهلك وقفرلك ان انت تيجي تركن العربية وتاخد ولو عايز تشرب قهوة ولا تشرب حاجة في المولة وتاخد ال LRT تطلع بيه للعاصمة في 50 ديئة تبقى في العاصمة قطر حلو جداً في واي فاي تخلص شغلك فالموضوع فعلاً حلو جداً يعني وماذا عن محطة بدر يمكن هي أهم الإسهامات التي قمتم بها في هذا المحط احنا عملنا محطة الشروق ومحطة بدر ونفق محطة بدر وحوالي 500 متر وعملين كباري للمسار كبري 3 كيلو كبري 6 كيلو محطة بدر هي تعتبر أكبر محطة لل LRT للقطر الخفيف طبعاً هنا المحطة دي عشان فيها حاجات تانية زي الميترو لكن كقطر كهربائي اللي احنا بيتكلم عليه النهاردة أكبر محطة يا محطة بدر محطة بدر هي تعتبر القلب النابض للقطر الخفيف لأن عندنا المحطتين الكهرباء اللي بيغزوا القطر وبيغزوا المحطات بالكهرباء كاملة وبعدين زي ما انت أثرت احنا عندنا أربع أرصفة يعني دعفة أي محطة تانية عشان القطر اللي جاي من الشمال من العاشر والجنوباً إلى العاصمة الإدارية على مساحة 18 ألف متر عاملين كل حاجة حتى زو الهمم أخواتنا المكفوفين عاملين كل حاجة أعلى ستاندرد عالمي اللي هو لكل الناس يعني ده اللي احنا عهدناه دايماً من شركة كونكورد للهندسة والمقاولات كشريك رئيسي لتطوير منظومة النقل في مصر وأيضاً شريك لوزارة النقل في كافة المشروعات الاستراتيجية الخاصة بتطوير هذه الطرق والكباري المهندس أحمد العبد رئيس مجلس إدارة شركة كونكورد للهندسة والمقاولات بنشكر حيك شكراً يا فن اشتركوا في القناة